بعد تأجيل متكرر لجلسة السادسة عشرة تمكن مجلس النواب من إكمال التصويت على ما تبقى من فقرات التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية والتي كانت محل خلاف حاد بين نواب البرلمان الكتل الرافضة للقانون لم تنجح في ثني البرلمان عن تشريعه لكنها تعتزم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية العليا لما تعده مخالفة دستورية شابت الجلسة بات علينا أن نذهب إلى مجموعة من الخطوات في المستقبل جزء من يمها اليوم هو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة سنذهب أو نفضل خيار المقاطع على المشاركة كما لم يكن هناك تحالف سياسي يسمى بتحالف رفض أو تحالف تيار ثالث ضد الطبق السياسي الحالي شعبيا لم تتأخر ردود الفعل في الشارع العراقي بعد تصويت البرلمان على التعديل الجديد لقانون الانتخابات ففي النجف نظم متظاهرون وقفة احتجاجية بعد اعلان البرلمان نتائج جلسته مطالبين الكتلة السياسية بإلغاء القانون الذي يرون فيه عودة إلى صيغته القديمة والتي تكرس احتكار الأحزاب الكبيرة للقرار السياسي ثورة التشرين الأخيرة قضت على هذه الأحزاب وقضت على كثير من الأشياء السلبية اللي كان يحملها هذا القانون اليوم يردوني رجعون النقطة البداية قطينا ألف شهيد 35 ألف محاق تريد ترجع لي إن ما ترجع عظام جلس محاوظات حلقة زادة قلنا وعدنا خطوات إن شاء الله باشر وحقبة وبدأ نيشو يعني التائرات موجود والتصعيد موجود وباقينا أحرار وباقي الوادم أشراف رافض هذا القانون الجائر المجتمع كامل دمره وكانت جلسة البرلمان قد شهدت تجادبات بين النواب والكتل أبرزتها مقاطع فيديو نشرت على صفحات تعود لنواب مستقلين يقولون فيها إن رئاسة البرلمان استدعت رجال الأمن لإخراجهم بالقوة بعد إصرارهم على رفض القانون بعد أن نجحت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خريفة عام 2019 بتحقيق مطلب اعتماد قانون انتخاب جديد سمح بفرص فوز أكبر للمستقلين يرى مراقبون أن تجدد الاحتجاجات الرافضة للعودة إلى صيغة القانون القديمة ربما تكون حلا أخيرا قد يلجأ إليه الشارع العراقي ضياء محمد الحرة بغداد